النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم جود 17768 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-97-52 الصادر في 13 محرم 1418-20 مايو-1997 المتعلق بتحديد قائمة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المتعلقة بالجزر عن الغش تقدم بسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القاروية والمياه والغابات ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين مختبرات التحاليل والأبحاث البيطارية ومختبر مصلحة مراقبة وتكتيف البدور والأغراس وكذلك مختبرات الحديثة التي تم إنشاؤها مع إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية من إجراء التحاليل في مجال الجزر عن الغش وفق القانون 13-83 وينص مشروع هذا المرسوم على تغيير ملحق المرسوم 2-97-52 المذكورة أعلى قصد استبدال عنوية المختبرات التي كانت تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالمختبرات تابعة حالي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية وكذا تمكين المدير العامي المكتب في إطار الاختصاصات المخولة إليه من تحديد المنتجات المعنية بالتحاليل بالنسبة لكل مختبر تابعين للمكتب وكذا اختصاصاته حسب طبيعة التحاليل المنجزة ونطق اختصاصاته ترجمة نانسي قنقر